اشتركوا في القناة ولذلك اهتم المسلمون بالوقف حتى اصبح من اهم اعمالهم التي يحرصون على الاتيان بها ولذلك وقفت العقارات والبيوت وحبست المزارع وسبلت ثمارها على الفقراء والمساكين وطلبة العلم وغيرهم من اجل ان يكون للانسان عمل يحصد له الاجر والثواب بعد موته وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة واضحة في الحث على التقرب الى الله بالصدقة الجارية ومنها قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم وقد حرمت الشريعة الاسلامية التجاوز على الاوقاف وإهمالها لان الوقف وسيلة وسبب للتماسك بين افراد مجتمع بغرس عوامل التعاون والتكافل الاجتماعي الا ان ما يجري في العراق منذ احتلاله عام 2003 هو غير ذلك تماما حيث تجري عمليات سلب وسريقة للأوقاف الاسلامية بشتى الطرق والوسائل من قبل الاحزاب الطائفية الحاكمة ومليشياتها الاجرامية تارة باغتصاب الأوقاف بقوة السلاح وتارة بخلق قوانين باطلة لا صحة لها ولا هدف منها إلا سريقة هذه الأوقاف وتحويل ملكياتها ولكشف محاولات الاستيلاء على الأوقاف وجهود الهيئة في الدفاع عن الأوقاف في العراق يعقد قسم الدعوة والإرشاد في هيئة علماء المسلمين هذه الندوة بعنوان الوقف أمانة شرعية وواجب وقت ويستضيف القسم في هذه الندوة كل من الدكتور يحيى الطائي مساعد الأمين العام للشؤون العامة في هيئة علماء المسلمين والدكتور عبد الحميد العاني مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة والإعلام الذين سيقدمان لنا ورقتين بهذا الخصوص يتفضل أولا الدكتور يحيى الطائي لإلقاء ورقته المتعلقة ببيان حقيقة المشكلة التي يتعرض لها الوقف الإسلامي في العراق فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الأحبة قبل أن أبدأ في هذه الورقة لابد من ذكر بعض الملاحظات المهمة التي ستعين على فهم فحو الموضوع الملاحظة الأولى أن القاعدة الفقهية تقول شرط الواقف كنص الشارع بمعنى شرط الواقف هو بمثابة نص شرعي لا يمكن التجاوز عليه المسألة الثانية أو الملاحظة الثانية أن أموال الوقف هي ليست ملكة للدولة حتى يتم التصرف بها بإرادة الحكومة أو بإرادة بالإرادة السياسية للدولة الملاحظة الثالثة في هذا الباب أن أنواع الوقف الموجودة في العراق أهم نوعين وهذا هو الآن سنتكلم عنه هو الوقف المضبوط وجل أوقاف أهل السنة والجماعة هي ضمن هذا الإطار هو الوقف المضبوط أما بالنسبة للوقف الشيعي فهناك يسمى الوقف الذري بمعنى أن عندما تبنى حسينية أو أي مسجد للشيعة يكون وقفا ذريا على العالم الديني الذي يقلده ذلك الشخص وعلى ذريته فيسمى الوقف الذري الملاحظة الرابعة والأخيرة أنه قبل عام 2003 كان الوقف يقسم أو يدار وفق أحكام الشريعة الإسلامية ووقفق نص الشارع على هذه الأمور فكانت تقسم بهذه الطريقة حسب النصوص الشرعية وحسب المذاهب المعتمدة وكل مذهب بماذا يصنف هذه الأوقاف ما بعد عام 2003 تقسيم الوقف وتقسيم سياسي ليس له علاقة بالحكم الشرعي ولا بأحكام الشريعة الإسلامية فقط الملاحظة الأخيرة في هذا الباب حتى ندخل إلى الموضوع أنه منذ تأسست وزارة الأوقاف في عام 1920 إلى الآن كانت القوانين كلها تشير يعني فيه فحوها لإدارة الوقف المضبوط حصرا بمعنى يعني الآن لو عدنا إلى هذا القانون اللي هو قانون إدارة الوقف رقم 64 رقم 64 لسنة 1966 يعني في زمن عبد الرحمن محمد عارف كان رئيسا للجمهورية في المادة الثانية منه يقول يدير الديوان الأوقاف التالية أولا المضبوط ولم يتم الإشارة إلى الوقف الذري بمعنى ليس هناك سلطة للدولة أو للحكومة على الوقف الذري وإنما سلطة الحكومة في إدارة الأوقاف منذ بداية تكوين الدولة الحديثة إلى عام 2003 هو حصرا على أموال أهل السنة بين هلالين حذرني هذه التسميات لأنه الواقع فرضها ولا يتطرق إلى الوقف الذري هذا حقيقة يعطينا ثلاث إشارات الإشارة الأولى أن الوقف الذري المتعلق بالحسينيات وغيرها غير خاضع للدولة ابتداء النقطة الثانية أنه هذه لم تمس قطعا لماذا؟ لأن لا يوجد السلطان عليها من قبل الدولة بمعنى أن سلطان الدولة انحصر على الوقف المضبوط وإدارته وهو اللي خاص بأهل السنة والجمعنة الآن أعود إلى صلب البحث في هذا الإطار كما قلنا قبل الاحتلال كانت الوقفيات وإدارة الوقف تعود أو تصنف ضمن أحكام الشريعة الإسلامية وإدارته وفق هذا أما بعد عام 2003 المسألة اختلفت لأنه جاء نظام المحاصصة الطائفية وفرض واقعا جديدا فعند صدور أمر لإتهلاف رقب 2 لعام 2003 في آب 2003 حصرا حل كل الكيانات والمؤسسات للدولة نعم هو لم يأتي على ذكر وزارة الأوقاف حينها لأن هناك حساسية في هذا الوضع لكن إجمالا هذا الأمر أمره بيننا الرقم 2 الذي يشمل حل وزارة الأوقاف طبعا بعد آب 2003 تم تقسيم وزارة الأوقاف إلى ديوان للوقف السني ديوان للوقف الشيعي وديوان للأوقاف أو الأوقاف الأخرى طبعا هذا الكلام لا ينسحب على أقليم كردستان كونه كان واقعا آخر توجد وزارة تدير أوقاف في أقليم كردستان طبعا في هذا الوقت كانت الإدارة للأمريكان فنصبت الإدارة الأمريكية في وقتها الدكتور سعيد إسماعي الحقي وهو كان مسؤول الهلال الأحمر وفي ذات الوقت مشرفا أو منسقا بين الإدارة الأمريكية وبين مسؤول الأوقاف أو المشرف العام للأوقاف الذي كان جلال الدين الصغير وهو معروف انتمائي للمجلس الأعلى وأصبح الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله رئيسا لديوان الوقف السني وحسين الشامي رئيسا لديوان الوقف الشيعي وتم تثبيت هذه الأمور وكانت هذه التقسيمات شملة أمور كثيرة طبعا في البداية كان هناك حسا موجود فاستطلع ورأيي شخص كان هو مسؤول عن إدارة الأوقاف اسمه قاطع عبدالنبي وهو شيع الرجل فعندما سؤل عن نسبة الأوقاف الشيعية الموجودة أو التي تدورها الوزارة قال إنها لا تتجاوز الأربعة في المئة في ذلك الوقت وهو يعني الرجل كلامه مسؤول يعني هو يعرف هذه الإحصائية في الحقيقة أنا في وجهة نظري أن عملية سلب الأوقاف بدأت أو ممكن أن أقسمها إلى سبعة مراحل المرحلة الأولى عندما اتخذ قراءة المجلس لحكم الانتقال تقسيم هذه الأوقاف إلى وقف سني وشيعي ووقف لديانات أو للطوائف الأخرى حقيقة هذا التقسيم ساهم في نزعة طائفية وتقسيم طائفي معروف يعني ليس له أساس شرحي في هذا التقسيم ففي 11-11 في عام 2003 تشكلت هيئة استشارية ولجنة المشتركة من الخبراء المختصين فشكلوا يعني كان مهامها الفك والعزل بين الأوقاف وهذه طبعا في البداية شملت تقسيم كل أموال الأوقاف موظفين عجلات يعني ممتلكات كده بين الديوانين وفق القرار 83 والقرار 98 للسنة 2003 فحتى الأضابير والتقسيمات كلها وتم تسليم ديوان الوقف الشيعي في وقتها حجج وقفية تخص بعض المراقد والحسينيات كان عددها 400 وثيقة ويضا تم تسليم 21 سجيل خاص بالأوقاف إلى ديوان الوقف الشيعي ولن تبقى أي حج وقفية لديوان الوقف الشيعي في ذمة ديوان الوقف السني هنا فقط أريد أن أشير إلى مسألة جدا مهمة عند تقسيم الموظفين طبعا أنا شاهد هذه المرحلة وحاضر يعني ليس ناقلا فكثير من الموظفين أرادوا البقاء في ديوان الوقف السني فرحمة الله عليه دكتور عدنا قال يبقون معنا كل من يريد أن يبقى في هذه الدائرة الرقبة بغض النظر عن مذهبه فكان كثير من الشيعة يعني موظفين في ديوان الوقف السني حسب ما تذكر في قسم الحسابات وفي الدائرة القانونية في بعض أقسام ديوان الوقف السني أي لم يكن هناك تعاملا طائفيا مع الموظفين الذين جاءوا إلى الوقف السني في ذلك الوقت طبعا بعد ذلك كان عملية تقسيم الأوقاف يستند إلى مسألتين يعني في عملية التقسيم المستند الأول هو الحجة الوقفية لذلك العقار ومذهب الوقف المرحلة الثالثة كانت في عام 2005 في حكومة إبراهيم الجعفري حقيقة يعني عملية الاستئثار والسيطرة على أموال الوقف بدأت يعني سابقا كما أشارنا في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية بعد الفك والحزل فأصدر قانون رقم 19 لعام 2005 ظاهريا ظاهريا اسم القانون هو قانون إدارة العتبات المقدسة لكن حقيقة الأمر تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك لأن هذا القانون صيغة بطريقة مطاطية جعل الوقف الشيعي يتمادى بحيث يعني كثير من المراقد والمزارات التي كانت تابعة إلى الوقف السني تحولت عاديتها إلى الوقف الشيعي يعني وخاصة في سامراء الإمام الحادي عشر وحتى الأسواق والمدارس الدينية وغيرها في سامراء كل هذه سلبت من الوقف السني وحيلت إدارتها إلى الوقف الشيعي طبعا هذا القانون مر بالبرلمان نتيجة المحاصصة الطائفية كما تعلمون يعني الموجودين في البرلمان لا يستطيع أن يقاف أي قانون تريده الأحزاب المتنفذة والأحزاب الطائفية الموجودة في البرلمان في ذلك الوقت فبعد الاستلاع على العتبة العسكرية في سامراء وما جاورها من أبنية وعقارات كثيرة أيضا هذا نسحب على مكانات أخرى في باقي المحافظات في الوسط وفي الجنوب المرحلة الرابعة هذه هي مرحلة في عام 2008 يعني نحن عندنا مراحل في 2003 مرحلتين في 2005 وفي 2008 في 2008 الوقف الشيعي أيضا طالب بتشكيل لجنة لفك والعزل بين الوقف السني والوقف الشيعي فتشكلت بقرار مجلس الوزراء برقم 6274 في 2007 2008 المتضمن جرد الأوقاف يعني مرة أخرى حتى فهذه اللجنة كانت تتكون من قاضي ومسؤول من هيئة الدعاوة الملكية وموثل عن تسجيل الأراضي وموثل عن ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي الحقيقة عملت هذه اللجنة لسنوات وكانت يعني عندها أربع معايير للوقف المعيار الأول هوية الوقف يعني سند تسجيل الوقف الهوية الطائفية للواقف الإرادة الموثقة للواقف فيما يتعلق بالفئة الدينية والمذهبية المستثبت بالعائدات أو أي أدلة أخرى وتشكلت لجان فرعيوة عملت هذه لسنوات تمخض عنها أربع عشر محضر هذه اللجان عملت أربع عشر محضر هنا يعني انظر إلى يعني مع شديد الأسف يعني كيف التصرف يكون الوقف السني عندما بعث موفده ومن يمثله في هذه اللجنة أعطاه تفيضا كاملا بالتوقيع بمعنى هؤلاء الموظفين يعني يمضون أي شيء دون الرجوع إلى إدارة الوقف هنا عندما أحس يعني موظفو الوقف الشيعبي أنه الأمور ستخرج من أيديهم قالوا نحن غير مخولين بالتوقيع هنا أصبح هناك ضغط كان القاضي الذي يمثل وزارة العدل في هذه اللجنة على الساعدي تم الضغط عليه استقال القاضي ولم توقع يعني عضاء الوقف الشيعي على هذه المحاضر فأيضا المرحلة الأخرى وهذه أخطر مرحلة في وجهة نظري هي المرحلة الخامسة عندما كان وزير العدل حسن الشمري وزير العدل هذا بقوة السلاح أخذ قوات عسكرية وذهب إلى دوائر التسجيل وسجل كثير من الأوقاف التي يتخص الوقف السني باسم ديوان الوقف الشيعي يعني بقوة السلاح بالرغم أنه ليس له يعني الأحقية في فعل أي شيء لأنه هي ليست أموالا للدولة وإنما هي أموال تخص الواقفين المرحلة السادسة هي ما بعد عام 2018 طبعا هذه السنوات يعني لم تخلو من عملية تنازل من عملية ضياء بعض الأوقاف يعني حسب ما تسرب لنا كثير من أموال الأوقاف التي كانت تحسم عند القضاء لأنه لجنة الفك والعزل في عام 2008 كانت قد أقرت أنه الفصل في بعض المنازعات يكون إلى القضاء العراقي فكثير من القضايا اللي كانت يعني معروضة إلى القضاء يتم تهديد يعني اللجنة القانونية في ديوان الوقف السني فلا تذهب للإدلاء يعني بدفوعاتها في هذه القضية فبالتالي القاضي يحكم إلى ديوان الوقف الشيعي في عام 2018 كما أسلفنا في 31 عشرة أصدر مجلس الوزراء قرار بإعادة لجنة الفك والعزل والعمل على مراجعة لحل النزاعات ما بين الوقفين أيضا كان المقترح يعني بعثوا مقترحات إلى من يهمهم الأمر في هذا الباب فإلى ديوان الوقف السني ومثل التسجيل العقاري وعقارات الدولة ومجلس القضاء الأعلى هذه الجهات الأربعة اتفقت على أن حل النزاع يكون عبر القضاء وهذا أمر طبيعي جدا أن المنازعات عندما تقول لا بد من الفصل فيها فالفصل يكون لمن إلى القضاء في هذا الباب أما الوقف الشيعي فكان مطلبه ترحيل هذه الملفات إلى الحكومة القادمة وتحل النزاعات بالتراضي وكأنما هو نزاع شخصي رئاسة الوزراء رفضت كل المقترحات كل مقترحات الجهة الأخرى ديوان الوقف السني والتسجيل العقاري وعقارات الدولة والقضاء الأعلى فقط وافقت على مقترح الوقف الشيعي بالترحيل إلى الحكومة القادمة وأيضا تحل النزاعات بين الوقفين بالتراضي أما المرحلة الأخيرة وهذه الآن الكل كان شاهدا عليها في عشرين عشرة لصدر قرار مجلس الوزراء بإقرار محظر الاتفاق المشترك بإلغاء لجنة الفك والعزل السابق وتشكيل لجنة فرعية في الحقيقة بالنظر لهذه اللجنة يعني بصورة عامة تتكون من ممثل رئيس الوزراء وزير العدل وممثل عن ديوان الوقف الشيعي وممثل عن ديوان الوقف السني وهذه عند النزاع تكون بالتصويت طيب يعني الآن لنتكلم بالصورة الثانية يعني الأمر محسوم سلفا للوقف الشيعي الثلاثة مقابل واحد يعني أي عملية التصويت ممثل رئيس الوزراء معروف وزير من وزارة العدل أيضا معروف توجهة تنتمي إلى أي جهة وديوان الوقف الشيعي معروف ينتمي إلى أي جهة باستثناء الوقف السني فإذن في أي عملية تصويت على أي قرار من قرارة اللجنة لا يمكن للوقف السني أن يكسب قضية ثلاثة مقابل واحد وأيضا اعتمد على كثير من الأمور والأمر التي هي لا ينبغي أن تعتبر معيارا للفصل مثال النسبة السكانية في تحديد العين الموقوفة يعني الآن مثلا توجد مناطق كثيرة نعم غالبيتها من الطيف المعين لكن يوجد فيها أيضا مسجد أو فيها حسينية تابعة فهذا ليس معيارا حقيقيا للقبول المسألة الأخرى مسألة تقسيم المساجد الرئاسية واعتماد النسبة السكانية لانتخابات عام 2013 على 2014 الانتخابات لا تمثل معيارا للنسبة السكانية الحقيقية لأن الكل يعرف عزوف الناس على الانتخابات في كل المحافظات وخاصة في المحافظات التي حصلت فيها المشاكل الكثيرة والاضطرابات الكثيرة فلا يمكن اعتبار أن المشاركة في الانتخابات هي المعيار لعدد السكان أو المعيار الحقيقي لنسبة السكان في هذه المنطقة أيضا مسألة نقل أرشيف وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف إلى وزارة الثقافة والإعلام طيب أولا هي ليست جهة ذات اختصاص ثانيا أن المسألة ستصبح خاضعة للتلاعب بين هذه الجهة والتلك الجهة مما تقدم يتبين أن الاتفاقية تهدف إلى تقسيم الأوقاف مناصفة دون النظر يعني إذا كان هناك عشر مساجد خمسة خمسة وهذا حقيقة ليس إنصافا لأن هذه المسألة خاضعة إلى اعتبارات أخرى غير الاعتبار التي ذكرنا سابقا أما مسألة الأصل في الخلاف الرجوع إلى التراضي فأيضا هذا مرفوض لأنه كما أسلفنا في مقدمة الكلام بأن شرط الواقف كنص الشارع فهي ليست ملكا للدولة ابتداءا وليست ملكا للوقف حتى يتم التنازل عن هذا الوقف وفي ذاك الوقف بالتراضي بين الاثنين ثم لا يوجد أي مستند شرع أو قانون دستوري يؤيد أن هذه المراقد بالنسبة للمراقد أو المساجد تابع إلى هذه الجهة بالذات حتى يتم الحصر فبالتالي هذه عملية الاستلاب يعني عملية غير شرعية عملية غير قانونية خلافا لكل القوانين العراقية النافذة النافذة إلى الآن قانون الذي شرع في زمن إبراهيم الجعفري هو قانون مطاط تفسيراتهم كثيرة وبالتالي يعني يشكل سب على الحكومة وليس أمرا فيه منفعة لا للوقف السني ولا للوقف الشيعي وإنما هذا سيخلق حالة من الاحتقان بين أفراد المجتمع العراقي أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور يحيط طاي على ما قدم في ورقته المتعلقة ببيان حقيقة المشكلة التي يتعرض لها الوقف الإسلامي في العراق والآن أيها الإخوة مع الورقة الثانية من هذه الندوة والتي ستكون لبيان جهود هيئة علماء المسلمين في العراق في الدفاع عن الأوقاف في وجه محاولات استلابها ويقدمها الدكتور عبد الحميد العاني فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد في البداية أقدم بالشكر إلى قسم الدعوة والإرشاد لتنظيمه هذه الندوة وكل القائمين على إعدادها وتجهيزها والقيام بأمرها كذلك الشكر موصول لجميع الأخوة الحاضرين في هذا المكان وربما من سيشاهدنا عبر شاشة التلفزيون الإخوة الأكارم قبل أن نبدأ في هذا الأمر كما تعلمون وهو معلوم لدى المختصين والباحثين والمطلعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية من أوضح وأبرز صورها هي الوقف وكذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرضه بخيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا يقول إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وهذا الحديث يعد هو أصل ما يحتج به العلماء والفقهاء في قضية الوقف ابتدأت بهذه الحديثين لبيان أهمية هذا الأمر وقضية الوقف وقد أشار قبل الدكتور يحيى جزاه الله خيرا على تاريخ الأوقاف وما حصل فيها من مشاكل في العراق نأتي إلى جوهر ما كلفت بالتحدث عنه في هذه الندوة وهو جهودنا نحن في الهيئة تجاه هذه القضية لكن قبل أن أستعرض هذه الجهود لا بد من أن أبين أمر أمر مهم جدا أن حديثنا اليوم عن هذه الجهود ليس تفاقرا ولا منة لا على الوقف ولا على غيره بل هذا واجب وربما هو أقل الواجب الذي نقوم به تجاه هذه القضية إذن حديثنا هو من باب التوثيق توثيق لهذه الجهود وتأريخ وكذا تنظيم لها لتكون ربما منطلقا للاستمرار بهذا الأمر فقضية الوقف في العراق وما يتعرض له من مؤامرة هي ليست قضية آنية تنتهي ببيان نصدره ثم نمضي ولا بيان أو وقف نتخذها ورقة سياسية لنجد من ورائها مناصب ربما أو تنازلات في ملفات أخرى فإذن المقصود بهذا الكلام أن هذه جهود هي كثيرة ولا بد أن تستمر وأن تتظافر لحتى تحقق هدفها كذلك أيضا لا بد أن قبل أن أستعرض هذه الجهود أن أقدم بمقدمة أخرى ربما أقول أحيانا يريد مننا العدو أن يشغلنا بقضية جزئية وبفضل الله والحمد له أولا وأخيرا أننا رغم هذه الجهود التي سأستعرض جانبا منها هي لم تشغلنا عن بقية واجباتنا الأخرى في ملفات العديدة في المدافعة عن حقوق العباد والبلاد في مدافعة الباطل وأهله وكشف جرائمهم بل لم تصرفنا هذه القضية ولا القضايا في العراق عموما عن قضايان العامة قضايا الأمة جمعا إخوة الأكارم ما يتعلق بقضية الوقف في العراق وما ذكره من تاريخ أو جانب من هذا التاريخ الذي أشار له فضيلة الشيخ الدكتور يحيى قبل قليل أقول ربما إذا أستضعنا أو أردنا أن ننظم أو نرتب هذه الجهود التي قامت بها الهيئة وهي بالمناسبة لا تتعلق هذه الجهود فقط في القضية الأخيرة لكن ربما هي الأبرز فجهودنا في كما قلت قبل قليل في العديد من الملفات ومنها تحديدا ملف الأوقاف والمساجد وغيرها ابتدأت منذ اليوم الأول للاحتلال وبياناتنا موثقة وموجودة ربما إذا استطعنا أو إذا أردنا أن نرتب هذه الجهود أو نبوّبها فأقول أنها تتبوّب في ستة أبواب الباب الأول البيانات بيانات الرسمية للهيئة الباب الثاني الجهود الهيئة في توحيد مواقف العلماء العراق الباب الثاني جهود الهيئة في توحيد أو ترتيب وتنظيم جهود علماء الأمة من غير العراقيين الباب الرابع المخاطبات الرسمية للمؤسسات الدينية الرسمية في العديد من الدول الإسلامية الباب الخامس الندوات ومنها هذه الندوة والباب الآخر والأخير وهو الجهود الإعلامي فهذه ستة أبواب سأعطي ملامح في كل باب منها بحسب ما يناسب الوقت إن شاء الله تعالى ربما أبرز باب هو الباب الأول للبيانات وبياناتنا عديدة كما قلت هي ابتدأت منذ اليوم الأول للاحتلال وما تعرضت له مساجدنا وأوقافنا من محاولات سلب ونهب وسيطرة وإلى غير ذلك لكن لنركز على القضية الأخيرة التي تتم أو يراد أن يتم السيطرة على هذه الأوقاف وسرقتها تحت مظلة الرسمية بتنازل رسمي معلن من المسؤولين أو من يجب أن يكون مسؤولا عن هذه الأوقاف ألا وهو الاتفاق الأخير بين الوقفين ما يسمى الوقف السني والوقف الشيء في هذا الإطار جهودنا لم تكن منحصرة في الفترة الأخيرة بل سأذكر ثلاثة بيانات رئيسة في هذا الباب أو في هذه القضية تحديدا صدرت لدينا بيان رقم ألف وأنا أعطي الأرقام حتى لمن يسمع ويشاهد ويقرأ ربما حتى يستطيع أن يتوثق من ذلك في المصدر الرسمي في الموقع فبياناتنا منشورة بيان رقم ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين والصادر في ثلاثة تسعة ثلاثة أيلول ألفين وتسعة يعني قبل أكثر من عام وخمسة أشهر من الآن يعني قريبا عام ونصف من الآن قبل أن تظهر وتبرز الأزمة على السطح بشكل كبير في هذا البيان في ألف وثلاثمائة وتسعين في أيلول كشفنا ونبهنا على أن هناك محاولة لاتفاق منذ البداية هناك محاولات لقيام باتفاقات وهذه الاتفاقات تجري وفق أسس لا قانونية ولا شرائية مثلما أشارت الشيء قبل قليل وإنما مساومات سياسية وبيع وشراء حالها حال بقية المناصب التي ابتلي العراق بها في ظل ما يسمى بالمحاصصة الطائفية ويريدون أن تجري هذه ظلها هذا البيان الأول ثم بعد ذلك لما ظهرت على السطح هذه القضية أصدرنا بيانا ثاني في تاريخ 17-11-2020 17-11-2020 برقم 1452 وهذا البيان بيان مفصل طويل فصلنا فيه هذه الاتفاقية نص الاتفاقية وبنودها ورددنا على الأبرز الفقرات فيها بردود شرائية وقانونية والبيان من القطع هذا الورق الطويل ثلاثة صفحات فمن أراد الرجوع إليه فهي وثيقة هذه وثيقة شرائية وثيقة شرائية قانونية وبوثقة بعد مدة قليلة من هذا التاريخ 17-11-2020 بعد أقل من شهر في 11-12-2020 كذلك أصدرنا البيان الذي بعده برقم آخر 1453 وخمسين متعلق بوثيقة وصلت إلينا ضمن اتفاقيات هذه اللجنة وعضائها ورئيس الوقف السني وغيره وجهود بعضهم للرد على هذه الاتفاقية وغيرها وكشفنا وفضحنا هذه الاتفاقية أو ما يراد من تمليلها فهذه إذن بياناتنا هذه فضحت وكشفت هذه الألعاب لا بجانب لا بخطاب عاطفي ولا فقط وليس مساومات سياسية أبدا بعيدا عن مساومات سياسية وإنما كشف لحقائق ما يدار وفضح لها شرعا وقالون هذا الباب الأول وطبعا الكلام طويل لكن لا أريد أن أفصله في هذه البابات لكن لا بأس حتى أيضا للتذكير ربما سأقرأ عنوين هذه البيانات حتى يعني تكون وثيقة كذلك أو للتذكير بها 1399 كان عنوان البيان عائدية الأوقاف أو المتعلق بعائدية الأوقاف والمساجد وحسب أملاك وزارة الأوقاف الملغات هذا قبل أكثر من سنة ونصف تقريبا أسنة ونصف في البيان 1452 كان عنوانه كذلك المتعلق باتفاقي حسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغات حينما صدرت الاتفاق ثم الذي بعده بأقل من شهر 1453 كان عنوانه المتعلق بيان متعلق بوثيقة خاصة بشأن مخالفة رئيس ديوان الوقف السني لتوصيات لجنة النظر في موضوع تقاسم الأوقاف هذه جزء من البيانات العديدة وعشرات البيانات المتعلقة بهذا الجانب وهو كشف وفضح هذه اللعبة أو هذه المؤامرة والمؤامرات العديدة للسيطرة على الأوقاف الإسلامية وتحديدا الأوقاف السنية في العراق مخالفين بذلك ما يسمى بشرط الواقف وللقوانين وغيرها واتخاذها كما قلت وسيلة للمساومات السياسية الباب الثاني أو الجانب الثاني من جهود الهيئة هو ما يتعلق بجهود الهيئة في جمع علماء العراقي لاتخاذ موقف موحد اتجاه هذه القضية ولا ندعي أننا نحن من جمعنا هؤلاء العلماء لا نحن شاركنا في هذا الجهد لكن بفضل الله كان لنا جهد كبير في هذا الجانب وحينما نقول لنا جهد لا نعني أننا نستصغر جهد العلماء الآخرين أو ندعي أننا نحن من جلبناهم إلى سحر لا نحن جزء من حلقة العلماء ولكن نحن يحق لنا أن نوثق بأننا كنا جزءا من هذا الجهد جهود هؤلاء العلماء فبعد اتصالات بين عدد من العلماء في داخل العراق وخارجه أفرادا ومؤسسات استطعنا أو استطاع هؤلاء العلماء وبفضل الله تعالى أن تتنسق جهودهم بإصدار بيان مشترك وهذا البيان قد وقع عليه ما يقارب 200 عالم من علماء العراق من كبار العلماء في داخل العراق وفي خارج العراق بعضهم ينتمي إلى مؤسسات وبعضهم أفراد كعلماء مستقلين هم اسمهم مؤسسة اسم هذا وحده هو مؤسسة وقد استطاع هؤلاء العلماء أن يجمعوا أو يعني جاء في بيانهم إجماع على رفض ما جاء في تقاسم هذه الأوقاف وما يعني ظهر وصرح هؤلاء العلماء في بيانهم المشترك بأن هذا التقاسم هو حرام شرعا ومخالفة للقوانين الوضعية ومنها القانون العراقي المعمول وطالبوا بإرجاء هذه الأوقاف المختصبة في كل المحافظات العراقية إلى سابق عهدها وإلى أصلها بما يتناسب مع شروط الواقفين وجاء في هذا البيان أيضا أن هؤلاء العلماء يعربون عن أسفهم لما آلت إليه حال الأوقاف العراقية وأنها أصبحت للأسف هدفا للتنافس السياسي والانتفاع من واردات هذه الأوقاف لتمويل هذه الأحزاب وهذه المشاريع السياسية ونحو ذلك طبعا فضلا عن ما جاء من تفصيل في الرد على ما جاء في الاتفاق من مخالفات شرعية وقانونية إلى غير ذلك أيضا كان أو جاء من هذا في هذا البيان أن الموقعين على هذا البيان أو يؤكدون بأن هذه الاتفاقية تتناقض مع واقع الأوقاف وعائديتها في الغالب الأعظم منها إلى أصحابها الباب الثالث من أبواب طبعا الجهود مع العلماء مستمرة يعني ليس فقط في البيان وإنما مستمرة مع هؤلاء العلماء لتنسيق المواقف الأخرى لكن أبرز ما ظهر هو هذا البيان الموقع الذي وقع عليه هؤلاء العلماء والجهود مستمرة لأمور أخرى وجهود أو ندوات أو نشاطات أخرى في هذا الإطار الباب الثالث من أبواب جهودنا وفي الله العمد هو جهود الهيئة في أيضا المشاركة مع علماء المسلمين في خارج العراق علماء غير العراقيين في أيضا إبراز أو توحيد موقفهم ووقوفهم أو بيانهم لرأي موحد في هذا الإطار وبعد مشاورات واتصالات ومع عدد من الهيئات والعلمائية في عدد من البلاد الإسلامية القائمة طويلة لكن سأذكر في أخيرها بعضهم ليس كلهم استطاع هؤلاء العلماء أن يخرجوا ببيان مشترك صدر بتاريخ 17-12-2020 وجاء هذا بيانهم بعد بيان العلماء العراقيين الموحدة الذي أشرنا إليه قبل قليل جاء في هذا البيان أنهم يؤيدون ما توافق عليه علماء العراقي في الداخل والخارج الذي أشرنا إليه وأنهم كذلك يرفضون تقسيم الأوقاف وتنازل عنها واتخاذها وسيلة سياسية وأن هذه الخطوة هي ليس فقط تلاعب بالأوقاف والتنازل عن ما لا يحق التنازل عنه وإنما كذلك هي تضرب الوحدة المجتمعية في العراق وتؤثر على السلم الأهلي إلى غير ذلك من أبرز الموقعين على هذا البيان العلمائي الشيخ محمد حسن الددو من السنغال لا أريد أن أذكر أسماء العلماء لأنهم القائمة تطول لكن أبرز المؤسسات تجمع إسلامي في السنغال جامعة دار العلوم في زاهدان بإيران رابطة علماء أريتيريا رابطة علماء المغرب مركز تكوين العلماء في موريتانيا المجلس الإسلامي السوري هيئة علماء فلسطين هيئة علماء ليبيا هيئة علماء لبنان تأوى غير 23 جهة شرعية هي شاركت في هذا البيان فضلا عن أفراد وبعد أن صدر البيان جاءت أسماء أخرى تطالب الإنضمام إلى هذا البيان وأن يكون لها اسم في هذا الموقف الجهد الرابع من الجهود التي قمنا بها بفضل الله تعالى هي قضية المخاطبة المؤسسات الدينية الرسمية الدولية لوضعها بهذه الإطار تكون الصورة واضحة أمامها في هذا الإطار وهذا الملف وتم إعداد رسائل وتقارير مفصلة بهذه القضية من تاريخها وما جرى من محاولات لاستلابها والسيطرة عليها والمخالفات الشرعية وبيان الأوجه القانونية والشرعية في هذا الألم وتمت مخاطبة العديد من الوزارات والأوقاف العربية والإسلامية والمؤسسات الدينية الرسمية لإطلاع على هذا الجهد ومن أبرز هذه المؤسسات غير الدول هي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الجانب الخامس وربما الخامس والسادس نجمجه مع بعض هي الجهود الندوات وورش العمل ثم بعد ذلك الندوات ومن أبرز الجهود الإعلامي من أبرز الندوات ما قامت به الهيئة هنا أيضا في هذا المكان هو ندوة بتاريخ 24 أيلول 2019 أيضا في وقت مبكر جدا وهو كان بعنوان الوقف الإسلامي في العراق واقعه وأثره في خدمة المجتمع والمخاطر التي تهدده وتبع ذلك طبعا أكثر من ندوات سريعة وورش عمل شارك فيها أعضاء الهيئة داخل العراق وخارج العراق للوقوف على هذه المخاطر وكيفية التعامل مع الوقف وماذا يجب علينا تجاهه أخيرا ربما أختم بالجهود الإعلامية الجهود الإعلامية كثيرة جدا فمنصاتنا الإعلامية العديدة سواء كانت من قناة تلفزيونية أو أذرع أو منصات الإعلامية على المواقع الشبكة الإلكترونية الموقع الرسمي للهيئة المنصات الأخرى في الفيسبوك وتويتر التواصل الاجتماعي كلها قامت وبذلت جهود كبيرة جدا في كشف هذه المؤامرات إبراز هذه الجهود التي ذكرنا جانبا منها الترويج لأي نشاط وأي جهد إسلامي داخل العراق وخارجه لكشف هذه المؤامرات وفضح هذه المؤامرة وهنا لم يكن لدينا في الجانب الإعلامي لم يكن لدينا كما يقال خطوط حمر وإنما فتحنا أذرعنا في منصاتنا الإعلامية لكل من يشارك في هذه الحملة لم نتخذ الموضوع ولن إن شاء الله نتخذه ورقة للمساومة وللمزايدات وللتفاخر على الآخرين وإنما هو واجب فهدفنا هو إحقاق الحق وكشف الباطل وأن تعود الأوقاف كما تعود بقية الحقوق إلى أهلها ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه النية وأن يثيب جهودنا وجهود كل المخلصين في هذا الإطار لإنجاح هذا الأمر ولرفع هذا الظلم أو غيره من مظالمة عن شعبنا العراقي وعن الأمة جامعة وأختم وأقول أننا أذرعنا مفتوحة لكل من يريد التعاون في هذا الإطار ولقول الأمر لم يتوقف بما قمنا به ولا ما قام به الآخرون الأمر لا يتوقف عند بيان أعلناه أو وقفة شاركنا فيها أو ندوة نشارك فيها بل هذه كلها تأتي في إطار التذكير للاستمرار ولذا أحذر من البعض الذين يتأثرون بإبر التخدير من بعض السياسيين أو الوعود المعسولة التي يراد منها تراخيهم وتركهم هذا الأمر ربما لأنه الأعداء أو هؤلاء المتآمرون يراهنون أحيانا على عامل الوقت وعامل الوقت يجب أنه يكون في صالحنا لا في صالحهم فيجب أن لا نتراقى أو نتنازل عن هذه الحقوق فهي المدافع عنها هو جزء من الواجب الذي كلفنا الله تعالى به في الختام أكرر الشكر للقائمين على هذه الندوة وللحاضرين وأسأل الله تعالى أن يثيب الجميع على جهودهم في الدنيا وفي الآخرة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لسليما كثيرا شكرا للدكتور عبد الحميد العاني على ما قدم في ورقته حول بيان جهود هيئة علماء المسلمين في الدفاع عن الأوقاف في العراق وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الحضور الكريم على حسن الاستماع ونشكر الدكتور يحيى الطائي والدكتور عبد الحميد العاني على ما قدماه من بيان وتوضيح وكشف لمحاولات سرقة الأملاك الوقفية في العراق وإلى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته